قبل البريك انا عايز اقول لكم حاجة بيج رامي خد المركز الخامس اه ما خدش مستر اولمبيا السنة دي اه بس انا بحب اللعبة دي اوي وزي كل الجيل بتاعنا يعني واظن فيه اجيال جديدة برضو يعني دول بقى اكثر تفاوق كلنا كنا بنلعب اللعبة دي واحنا في السن بتاع اولى سنة وثالثة اعدادي وثالثة سنوي وكن عندنا اساطير وبتاعه حاجة زي كده على ايامنا كان ليه هاني وطبعا قبلها كان ارنالد علشان بس تبقى فاهم علشان هتكسر الاقويل حوله ليه بيج رامي ما خدش المركز الاول وبتاعه اللي هيقول لك ان بيج رامي كان مستوى اقل غلطان واللي هيقول لك ان بيج رامي مش عارف كان وسطه اعرض واصل عنده مش عارف ايف ضهره من اللي هي اللاور باك اتسطحت وما بقيتش والدي فايند غلطان انا بيج مولك ان انا هيعني اللي جايب البت لفت الحت في الحدود انا قعدت قريت وتفرجت على كل الاراء المتعلقة بالبنية بتاعت بيج رامي ممدوح السباعي اللي اتنشرت في العالم قعدت الطول اللي قعد عمال اقرق لحد ما اتعامل بقى العرض النهائي خالص ماشي طيب وانا بقول للممدوحة هو اوعى تعتزل اوعى واحد ترياضي كبير ومهم وعظيم وممدوح لو انت محدش لسه وصلك اراء كل المحللين والمقيمين الكبار في اللعبة بتاعتك انا بقولها لك هو الكل اجمع ان الشيب بتاعك والحجم والديفينيشن احلى من السنة اللي فاتت احلى اخد بالك بجرامي دوحة انت احلى من السنة اللي فاتت وده مش كلامي في النهاية خالص انا مجرد هاوي للعبة لحبت اهو انا في السنة وجامعة على قدي يعني برضو وفي النهاية بحب اتفرج يعني رياضة انا حب رياضة جدا 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 يعني انت بتتكلم على راجل البزل مجهود مزهل اللي ما فيه معلق او محلل واحد قال انه ممدوح السباعي بين قصين بجرامي الشيب بتاعه اقل او الديفينيشن اوحش بالعكس كله قال حجم العضلي بتاعه اكبر الكل اتنين الكل قاله التنشيف بتاعه اعلب كتير من السنة اللي فاتت بمنطقة البساطة بص على وش الرجل بصوا وشه نحتته عاملة ازاي الجلد مفيش تحتيه حاجة غير النسيج العضلي الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله طيب وما لقيه اللي حصل ايه عام يوسف طبعا في ناسي افتي لا ما افتي بص من الاخر بس القصة بتاعت مستر اوليمبيا زمان انه ياخدها مش عارف ارنلد خمس مرات وليه هاني ست مرات وياخدها روني كولمن سبع مرات ولا تمن مرات خلصت وما بقتش هتحصل تاني ومستر اوليمبيا اه هي اهم واشهر واكبر جايزة في عالم كمال الاجسام وبالذات في الوزن المفتوح اللي بيلعب عليه ممدوح حلو انا بحب اقول ممدوح بصراحة اكتر من كلمة بيجرامي هو انا عارف انه اسمه العالمي بيجرامي السنة حب اسمه ممدوح الاسم اللي في البطاقة فعم دوحة ما كانش حد هيسيبه من الاخر كده ياخدها تلات مرات طيب من الشعر بيت تاني يا ممدوح يا رب الكلام بس يوصلك وراجع كل اللي اتقال عنك وانت على الستيج من اول ما اتعمل التحكيم الاولي اللي هو التحكيم السري مرورا بالوقفة وتحطط على الجنب حلو وما تحططش في النص معا انه انت استحق تتحط في النص وما حدش قال غير اللي انا بقوله لانا بقوله ده حصيلة التجميع مش انا الخبير ده دي التجميع ده من الاخر يعني كان لازم تبقى انت في النص واحد اتنين تلاتة ممدوح اربعة خمسة طيب تعالي بقى على هادي كله قال نصاً كده هادي ما عندوش اي تغيير عن السنة اللي فاتت هو هو بطل ورائع وجميل ومبروك عليه مستر اوليمبيا وميد فل ما عنديش ازمة بس ما حدش على هادي انه شيب او ديفينيشن احسن من السنة اللي فاتت خالص كله قال نصاً كده هو هو ما فيش تغيير طيب لما يبقى هادي هو هو بتاع السنة اللي فاتت ويبقى ممدوح السباعي احسن من السنة اللي فاتت ده معناه ايه؟ ان ممدوح ياخدها كده اسبرينة صباح الفل يلا انا مستر اوليمبيا رقم ثلاثة بس انا بقولك تاني لو في كلام او شائعات عن ده بجرامي هيعتزل بجرامي هيسيب اللعبة بجرامي مشا اوع انت كنت احسن من السنة اللي فاتت والله يا العظيم انا بقول الكلام ده بناءا على حصيلة كل اللقر ليلى بسببك لان انا بحبه قوي وعمري بقى قبلته خالص بسببك قاعد عمال بقى ايه؟ هيحصل ايه؟ وفضل ما خدهاش الامر يا الله الا ما في حد الا وقال كده بالزبط هادي هو هو ما تغيرش نفس الشيب ونفس التنشيف فيش اي فرق فيش اي حاجة حصلت زيادة فيش اي اختلاف ما بيقولوش وحش لكن بقولك هو هو ازاي السنة اللي فتت بس كله اجمع ممدوح لا احسن من السنة اللي فتت تبقى طيب يعيخده